أمام هذا المشهد القاحل، يقف أبو شاكر متحصراً على الحال الذي وصلت إليه هذه الأرض البصرية بعدما كانت إلى وقت قريب مفعامة بالخضرة نضبت المياه وجفت، ومعها استحالت الأرض إلى ما يشبه صحراء قاحلة فلا شيء هنا يدل على الحياة، مذتر الأهالي إلى زراعة أراد صغيرة بما تيسر من الخضار كان نخل كلها مات، ماء ماكو، ماء مالح، لا أحد يساعدنا مثلاً كنت ناكر يبوننا لوفر الشيء قصباً علينا عبنا بيوتنا عبنا نخلنا وتشوفوا عليك نخل عدد تريدها ماكو، هذه رحنا هناك بليش الأرض الشبتها بس تاني تغير طول ما ترتين حطك بي خضارك وانت تعيش بيها ليست البصرة وحدها المتأثرة بقلة المياه فالوضع طال عدداً من مناطق البلاد والسبب ليست طبيعة، بل مشاريع بناء السدود في البلدين الجارين تركيا وإيران وما ترتب على بنائها من تقليل نسبة واردات مياه نهري دجلة والفرات إلى 50% يعني احنا الكميات انخفضت إلى أكثر من 50% طبعاً عن الكميات التي كانت ترى سابقاً بسبب قيام تركيا وإيران بإنشاء السدود وتطوير مشاريعهم هو شبح أضحى يهدد الأراضي المجاورة للرافدين إذ يأمل الفلاحون والصيادون وسكان ضفاف النهرين ألا يأتي يوم يموتون فيه عطشاً أو يضطرون إلى الهروب من أراضيهم المهددة بالجفاف أشتركوا في القناة